أهلا بكم كلف الرئيس اليمني عبدربو منصور هادي رئيس الوزراء معين عبد الملك بتشكيل الحكومة الجديدة كما أصدر قرارين اثنين بتعيين محافظ لعدن ومديرا عاما لشرطتها وسمى الرئيس هادي القياديين في المجلس الانتقالي أحمد حامد لملس محافظا لعدن ومحمد أحمد الحامدي مديرا عاما للشرطة في المحافظة في هذه الأثناء أعلن المتحدث باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم تخلي المجلس عن الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية هذا وكان الانتقالي قد أعلن الإدارة الذاتية لجنوبي البلاد في أبريل الماضي في هذه الأثناء نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول أن الرياضة قدمت آلية لتسريع العمل بالاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا وأضاف المصدر أن الآلية تعتمد على نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار بين الجانبين الذي بدأ سيران سريانه في الثاني والعشرين من يونيو الماضي وتتضمن النقاط أيضا إعلان الانتقالي المدعوم إماراتيا تخليه عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن وتكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب